السلام عليكم محبين الجبنة بقى كله اجمع بما فيهم باتش اول واحدة جربت مش مستحملة تستمع النهاردة هنعمل كوكيز بالجبنة شايفين المنظر يلا كله اجمع وصفة سهلة قوي 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 من ساعة ما عملتها مش مبطلة عملها حتى باتشي مش مستحملة بتشدها هو بتخطفها خطف وصفة جميلة وصفة سهلة جدا 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 مقدير بسيطة جدا وفي خمس دقيق حيكون خلص خلص اكل كمان يلا بسم الله هنستخدم تمانين جرام من الزبدة زبدة طرية شوية وحنحط عليهم خمسين جرام من السكر البودر بسيطة جدا ادخلهم في بعض كويس كده بالسبتولة الاول علشان ميترتش معين سهلة قوي قوي يعني الزبدة صايحة ومش صايحة يعني طرية شوية وعليها الزكر هحط عليهم صفار بيضة بيضة واحدة صفار بس شفتوا المقدير بسيطة زي هناخد الصفار بس انا هنا زودت رشة فلفل اللي عايز يشيلها عادي انا من عندي انا حطيت رشة فلفل اقلم الموضوع كله تقليب كده يا جامعة بس ما فيهوش اي حاجة اسهل من كده مفيش سهل في العميل وسهل في الاكل هستخدم كمان مية خمسة وتلاتين جرام من بودر الجبنة بيتباع عند كل العطارين عادي خالص طعمه جميل جدا رحته جميلة جدا عشان كده بقولكه هيخلص في خمس دقيق خمس دقيق عميل وخمس دقيق اكل هستخدم مية خمسة وتلاتين جرام من الدقيق ايه دي المكونات كلها مفيش اكتر من كده اسهل من كده مفيش لعميل ولا مقادير ولا مكونات ولا اي حاجة اخلط كله مع بعضه شايفين العجينة بصو طارية جدا لينة قوي انا هستخدم كيس من بتوع التلاجة علشان يسهل علي الفرد اتني الكيس كده على اتنين وبينه الشابه هبدأ افرد هنفردها يعني تلاتة ميلي اربعة ميلي ما تعملياش تخينه قوي بلنا الشابه كده وافرد عشان ما تلزقش معي بس في المفرش تليكن تحت وتسهل علي عملية الفرد ايدي السمك اللي احنا عايزينه يعني ادوب يعني ادوب تلاتة ميلي خلاص اجيب المقس بتاع القطع اللي انا عايزها بقى انا شايف المطوسط معقول جدا عايز اتكبري عايز اتصغري براحة اقطع العجينة بصوا جماعي يعني من اسهل الحاجات ان انا لما يجي اقطع احط الحرف على الحرف اولا علشان ماخدش وقت في الفرد تاني ثانيا علشان الضيق ما يعملش معي عاجين ويبدأ يشد معي فالموضوع انا بسهل على نفسي بقدر معمل خطوه مرتين لا انا عاملها خطوه واحدة انا كده قطعت هجيب مجموعة من اللقماع مختلفة الفتحات المقاسات يعني واحد كبير واحد متوسط واحد صغير وهبدأ اعمل بيهم فتحات طب ما عنديش غير اتنين استعمل اتنين ما عنديش غير واحد استعمل واحد واكمل بشليموه مثلا باي حاجة عشوائي ده والدقي قطعت احنا كده بنعمل الخرام بتاعت الجبنة الرومي وتوم وجيري بقى يشتغل اللي جوانا يطلع شوية عندنا حد صغير ممكن يساعدنا او يعني يفرح نفسه يعني تجيله قومع بقى ويلا عشوية بس ما نقطرش بقى علشان ايه نعرف نشلها لو الجو عندك احر شوية بعد ما قطع كده قبل ما اشيل الفتحات اللي احنا عملناها اشيل العجينة كده زي ما هي واحطها في التلاجة شوية خمس دقايق يعني بس عشان يسهل علي في عملية آآ ان انا اشيل الخرام اللي عملناها بس كفاية بقى كده علشان ايه بنفرح بعملية الخرام بقى اي حاجة بقى اطلع ولو مفيش عادي انا لما احطها في التلاجة هتطلع معي بكل سهولة واخد الزيادات دي ارجع افريدها تاني وقطعها تاني واعمل فيها الخرام شايفين الشكل جميل ازاي هحطها على مفرش سيليكون او على برقة زبدة وهدخلها الفرن الفرن على مية وسبعين درجة هتاخد من ثمان دقايق لعشر دقايق بالكتير خالص لان احنا مقطعينها رفيع شايفين المنظر جميل ازاي باتشي مش مستحملة مش مستنية ولا حد من اللي واقفين كمان مستني الطعم جميل جدا الريحة خطيرة راحت الجبنة مليات البيت انصحكم تجربوا الوصفة جميلة جدا ياريت الفيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناة ولايك وشير وياريت اللي يجرب ياريت يقول والسلام عليكم